اشتركوا في القناة لعلكم تعقلون لحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمى كما أتمى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابات الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكونه الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكلوا الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا ماردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى يا ذا غلام وأصرواه بضاعة والله عليم بما يعملون واشعرواه بثمن بخس دراهم معجودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتلاه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاوين الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغى شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغنقت البواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرئي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب نريم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما لأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت ليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رامته عن نفسه فاستعصر ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب استجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجائلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأى أولايات ليسجننه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني ألاني أعصر خمرا وقال لآخر إني ألاني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاوينه إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إنا نبأتكما بتاوينه قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي استجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لآخر فيصغب فتاكل الطير من رأسه قد يلمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني ألا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتاوين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمةنا لا أنبئكم بتاوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضروا في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداب يا كل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبردب نفسي إن النفس نأمرة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفا وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون آئذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل إن نسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله نتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتهم موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بنينا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه تغكلت وعليه فليتغكل المتغكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن نية ونعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأن به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق قل لذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح نرض حتى يادن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا مصادقون قال بل سولت نكون أنفسكم أمرا فصبر جميل أسأل الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهادكين قال إنما أشكو بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجهنا ببضاعة مزجاه فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واقيه إذا أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أما يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فانقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصرت العير قال أبو إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تغيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من استجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وني في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداء الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولن الباب ما كان حديثا يفتلى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر